السلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد وشرحين جديد على القناة أتمنى أن تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال إن شاء الله فيديو اليوم كما رحضتم في العنوان سوف يكون حول مقاطع الريلز وتحقيق الربح من الفيسبوك وبالطبع من خلال مقاطع الريلز إذلك سوف أحاول في هذا الفيديو أن أعطيكم كل المعلومات تقريبا حول تحقيق الربح من مقاطع الريلز وما هي الشروط التي يجب استفاؤها لتحقيق الربح من هذا النوع من المقاطع وكذلك ما هي الإعدادات التي يجب القيام بها في الحساب من أجل الولوج إلى هذا النوع من الربح وهذا النوع من الإعدادات التي نستطيع من خلاله تحقيق الربح من فيديوهات الريلز لذلك أول شيء سوف تحتاج إلى حساب بروفايل سوف نقوم مثلا بالتوجه إلى حساب البروفايل الخاص بنا لكي نقوم بأول خطوة من أجل تحقيق الربح من خلال فيديوهات الريلز مثلا هذا حساب تجريبي لذلك سوف أريكم الخطوة الأولى التي يجب أن نقوم بها على البروفايل الخاص بنا وهي تبديل الحساب إلى الوضع الاحترافي سوف أريكم هنا باختصار طريقة التبديل وصوف أضع لكم أيضا فيديو إضافي لطريقة التبديل بشكل أبسط لذلك تقوم هنا بالضغط على تشغيل الوضع الاحترافي كأول خطوة كي تستطيع من خلالها تحقيق الأرباح من المحتوى التي تقدمه على البروفايل الخاص بك يعني بهذه الطريقة تستطيع التبديل بشكل مباشر إلى الوضع الاحترافي وبالتالي تستطيع إضافة كل الإعدادات الخاصة ببروفايل لذلك سوف نقوم هنا مثلا باختيار الفئة نختار منشئ محتوى يعني هذا باختصار كما قلت سوف أضع لكم فيديو إضافي حول طريقة التبديل إلى الوضع الاحترافي بعد اختيار الفئة نقوم بالضغط على تم هنا بهذه الطريقة نكون قد قمنا بالتبديل إلى الوضع الاحترافي وسوف يظهر معنا بهذه الواجهة كما تلاحظون هذا الحساب فقط تجريب لذلك سوف أقوم هنا بالرجوع إلى حسابي الأصلي ونكمل باقي الإعدادات كما تلاحظون هنا هذا هو الحساب الأصلي الخاص بي يعني ليس لدي عدد كافي من المشتركين كما تلاحظون هنا لذلك سوف نقوم هنا بالرجوع والدخول إلى عرض الأدوات أو الإعدادات الخاصة بالحساب بالنسبة للناس التي سوف تقوم مثلا باستفاء شروط أو المعلومات الخاصة بتحقيق الربح تظهر معها خاصية هنا خاصية الربح من الفيديوهات أو عفوا من الإعلانات المضمنة داخل الفيديو يعني بالنسبة لهذه الناس ستستطيع يعني تحقيق الربح بشكل مباشر إذا ظهرت معها هذه الخاصية والتي هي الإعلانات المضمنة في الفيديو لذلك الخطوة الثانية والتي سوف نتحدث عنها في هذا الفيديو هي شروط تحقيق الربح من الريلز كذلك لذلك كما قلت يجب علينا معرفة الشروط الخاصة في فيديوهات الريلز وما هو الشكل المطلوب وكذلك الجودة المطلوبة كي تكون فيديوهات الريلز الخاصة بك مؤهلة لتحقيق الربح كما تعرفون ففيديوهات الريلز خصوصا على الفيسبوك أتلاحظت انتشارا كبيرا مؤخرا لذلك الشرط الأول بالنسبة لفيديوهات الريلز هو شكل الفيديو أو مقاس وتنصيق الفيديو والذي يجب أن يكون بهذا الشكل 9 على 16 سوف أضع لكم شورت إضافة خاص كيف تقوم باقتطاع الفيديو بهذا المقاس المناسب لشروط الفيسبوك بالنسبة لفيديوهات الريلز كذلك يجب أن يكون الفيديو لا يتجاوز دقيقة يعني دقيقة في المجمل كي يكون الفيديو بشكل مناسب كذلك أن يكون الفيديو أصلي أو قمت بتعديله بشكل خاص وبالتالي ليس به أي حقوق نشر أو مشاكل ملكية فكرية الخطوة الثانية أو الشرط الثاني وهو جودة الفيديو يعني يجب أن يكون الفيديو بجودة عالية حتى تستطيع أن تكون مؤهل لتحقيق الربح يعني كانت هذه هي شروط الفيديو الريلز كي يكون مؤهل لتحقيق الربح لذلك سوف نقوم هنا بالتحدث أو المراجعة الشروط الخاصة بشروط تحقيق الربح من فيديوهات الريلز لذلك قبل التحدث عن الشروط نحتاج إلى خطوة إضافية يجب تأكيدها أو يجب عملها بالنسبة لحسابك حتى تصبح مؤهل بشكل كامل لتحقيق الربح وهي التسجيل في فيسبوك منشي المحتوى إذن سوف نقوم هنا بالدخول إلى ويب فيسبوك ونقوم بالتسجيل بحسابنا الخاص يعني يجب أن تكون مسجل مسبقا بحسابك الفيسبوك على البراوسر أو على المتصفح ثم تقوم بالدخول على هذا الرابط سوف أضع لكم في صندوق الوصف بعدها بعد الدخول على الرابط سوف تظهر معنا هذه الواجهة بهذا الشكل نضغط هنا على ثلاث نقاط ونضغط على برنامج المكافئات بهذا الشكل بعد الدخول على برنامج المكافئات سوف تظهر معنا هذه الواجهة يعني بالنسبة للناس التي تشتغل على حاسوب أو متصفح من خلال الحاسوب أو وكذلك بالنسبة للناس التي قامت مثلا بتسجيل من خلال الهاتف يعني تستطيع التبديل إلى وضع الدسكتوب وملاحظة كل المعلومات يعني أنا أحاول فقط أن أشرح من خلال الهاتف حتى يستطيع الكل معرفة الشروط ومعرفة كذلك الإعدادات لذلك نقوم هنا بإعادة الخطوات من جديد نضغط على القائمة هنا بالأعلى ونضغط على برنامج المكافئات بعدها هنا سوف تظهر معنا الواجهة بشكل أوضح وبمعلومات إضافية لذلك سوف نقوم هنا بخيار الصفحة الخاصة بنا والتي يتهمنا نحن في هذا الفيديو هو البروفايل الخاص بنا يعني كما تلاحظون هنا تظهر معك كل الصفحات المرتبطة بحسابك وأيضا البروفايل الخاص بك والذي هو يعني اسم اليوزر نيم نقوم هنا بالبحث عنه وهذا بالعلى نضغط عليه بهذه الشكل ثم هنا سوف يطلب منا إدخال كل المعلومات الخاصة بالبروفايل يعني تستطيع هنا إدخال الاسم الأول اسم العائلة وكذلك الإيميل الخاص بك هنا يعني تقوم بإدخال الرابط البروفايل الخاص بالإنستغرام وكذلك الفئة لذلك نقوم هنا باختيار مثلا منشئ محتوى بعدها سوف نقوم بجلب الرابط الخاص بالإنستغرام نقوم بتوجه إلى الإنستغرام بالنسبة لي طريقة تجلب رابط على الإنستغرام وحسابك على الإنستغرام تضغط هنا إلا متظهر معك خاصية الكوبي يعني الرابط تضغط معتلا على فيديو ونقوم بنسخ الرابط الخاص به بهذا الشكل يعني من خلال الرابط الخاص بالبوست نستطيع بجلب رابط البروفايل الخاص بنا نضغط على New Top بعدها نضغط على البروفايل الخاص بنا هنا بهذا الشكل ثم نقوم بتوجه إلى العنوان ونسخه بهذا الشكل يعني بهذه الطريقة نستطيع نسخ الرابط بعدها نعود إلى الواجهة الخاصة بنا ونقوم بإضافة رابط على الإنستغرام بهذا الشكل يعني يستحصل أن تقوم هنا بالنسبة للإسم أن تقوم بإدخال إسمك الحقيقي يعني والمعلومات الحقيقية لذلك سوف أقوم هنا مثلا بتأكيد المعلومات الخاصة بالحقيقية بعد إدخال المعلومات ستبقى لنا خطوة أخيرة وهي تفضيل البرنامج نضغط هنا ونختار كل ما سبق يعني تظهر معنا التحديدات على الرباح والأداء لذلك نضغط على كل ما سبق بالنسبة لهذه الخاصية بعدها نضغط على إرسال بهذا الشكل كما تلاحظون هنا يخبرونني أنه قد تم إرسال النموذج وبالتالي نتقدمنا بطلب لتحقيق الربح من فيديوهات الريلز كي يصبح لنا البروفايل بشكل كامل يعني هنا نكون قد وصلنا إلى الخطوة الثانية من خلال الإدادات والتي تهم تحقيق الربح من فيديوهات الريلز الخطوة الأولى كما قلنا هي تبديل الحساب إلى الوضع الاحترافي والخطوة الثانية هي إرسال النموذج الخاص بتحقيق الربح من فيديوهات الريلز من خلال منصة منشئي المحتوى الخطوة الثالثة وهي التوجه إلى بيزنس فيسبوك وبالتالي نستطيع الإطلاع على المعلومات أو الشروط الخاصة بالضبط لتحقيق الربح من فيديوهات الريلز وهنا كما تلاحظون بعد التوجه الى الخطوة الثالثة من خصياتا او من شروط تحقيق الربح في فيديوهات Rogers وهي التوجه الا توجيه الى سدوديو منشئية المحتوىات فيسبوك تضهر معنا الاشتراكات او الشروط الخاصة بالبروفيل الخاص بنا كامل ومن بهنها شروط تحقيق الربح في البروفيل وكذلك على الصفحات اذن كما تلاحظون تضهر معنا كل الصفحاتположين ومن بالخ кошات البروفيل Rio انها لم يظهر معي عن اب Defense بالنسبة للناس التي سوف تقوم سبب التبديل إلى الحساب أو للوضع الاحترافي سوف يظهر معها البروفايل أنا عوض ذلك تظهر معي هذه الصفحة هي الأول في الواجهة كما تلاحظون هنا سوف تظهر معك كل هذه الشروط ومن بينها أيضا الإعلانات المضمنة في المحتوى حسب الطلب لذلك نضغط هنا على عرض المعايير تظهر معنا كل هذه الشروط أنا لدي مثلا المشكلة بالنسبة للصفحة متعلقة بالمحتوى يعني الشروط الإضافية أيضا هي 10 ألاف متابع وكذلك 600 ألف دقائق من المشاهدة على الفيديوهات وكذلك أن يكون لديك خمس مقاطع فيديو نشطة على حسابك البروفايل وكذلك ينطبق الأمر أيضا بالنسبة للصفحة لذلك هذا الأمر بالنسبة لتحقيق الربح من البروفايل على حسب الفيديوهات أما بالنسبة لطريقة تحقيق الربح من الريلز ستظهر معنا هذه الخاصية هنا إضافة إلى هذه الخاصيات أنا لم تظهر معي في هذا البروفايل لكنه بالنسبة للصفحات الأخرى أو الصفحات التي لديها هذه الخاصية سوف تظهر معها هنا والتي هي تحقيق الربح من فيديوهات الريلز لذلك الشروط المتعرفة عليها حول تحقيق الربح من فيديوهات الريلز هي أن يكون لديك خمس مقاطع فيديو نشطة وأن يكون في كل فيديو أكثر من مئة ألف مشاهدة يعني بهذه الطريقة سوف تست spoonful الشرط الأول لتحقيق الربح من فيديوهات الريل سوف أضع لكم سكرين إذا وجدته بالنسبة للناس التي ظهرت مع هذه الخاصية الخاصة بتحقيق الربح من فيديوهات الريل بالنسبة للناس التي سوف تظهر مع هذه الخاصية وبالنسبة للناس التي تشتغل على الفيديوهات إذا مثلا أصبح لديك فيديو به أكثر من 100 ألف مشاهدة سوف يصلك إشعار على الإشعارات الخاصة بك يخبرك أن هذا الفيديو يعني مؤهل لتحقيق الربح وبالتالي يعني تستطيع إضافة الإعلانات إلى هذا الفيديو وبالتالي تحقيق الربح من الفيديو الخاص يعني كانت كل هذه الأمور بالنسبة لفيديوهات الريلز يعني لا توجد أمور واضحة أو شرط إضافية هناك مجموعة من الإعدادات والأمور التي تنتظر حتى تظهر معك على حسابك ومن بينها أيضا الإعلانات المضمنة في الفيديو سواء على السوديو أو على حسابك البروفيل لذلك سوف أحاول أن أضع لكم وصف إضافي حول شرط الربح وكذلك المعلومات الإضافية يعني كان هذا فيديو اليوم حاولت ما أمكن أن أجمع المعلومات الكاملة حاول تحقيق شرط الربح من الريلز وأنا أضع لكم في فيديو مبسط أتمنى أن يجيبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا باشتراك وكذلك لايك للفيديو كخدمة إضافية فأنا أقدم خدمات زيادة المتابعين على الصفحة وعلى كذلك القناة كخدمة إضافية من بينها أيضا تحقيق شرط الربح على الفيسبوك والتي هي زيادة المشتركين وكذلك زيادة دقائق المشاهدة وأيضا زيادة كل التفاعلات سوف أضع لكم وصف الخدمة أيضا ضمن وصف الفيديو نذكركم على حسن شباركم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر